العاشرة ليلا بتوقيت جرينيتش السادسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة للأخبار أهلا بكم قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين بير إن الولايات المتحدة لا تسعى لأزمة مع الصين لكنها مستعدة للتعامل مع ما تختار بكين القيام به لا يوجد سبب يجعل بكين تحول هذه الزيارة التي تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد إلى نوع من الأزمة لا يوجد سبب لفعل ذلك لقد كنا واضحين للغاية أنه لا يوجد تغيير في سياسة الصين واحدة والتي تسترشد بنوع قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979 هذا لم يتغير انظروا لن تسعى الولايات المتحدة ولا تريد أزمة هنا لكننا مستعدون للتعامل مع ما تختار بكين القيام به يتي ذلك فيما أنهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارتها إلى تايوان بعدما أكدت الدعم الأمريكي للجزيرة ورفضها التصرفات الصينية بمحاولة منع قادة العالم من زيارتها كما قالت في هذا الوقت يستمر تصعيد الصيني بعدما توعد وزير خارجيتها بمعاقبة جميع من يسيء إلى بكين بحسب تعبيره من على متن الطائرة التي أقلتها من تايوان باتجاه كوريا الجنوبية محطتها التالية في جولتها الآسيوية تصدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للحملة الصينية التي رافقت زيارتها القصيرة إلى تايبي ببيان مختصر أعلنت بيلوسي أنه لا يمكن للصين منع قادة العالم من زيارة تايوان للإضاءة على النجاحات الكثيرة التي تحققها الجزيرة وللتعبير عن الالتزام بالشراكة المستمرة معها وكانت بيلوسي أكدت قبيل مغادرتها الجزيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها تجاه تايوان آمل أن يكون واضحاً أنه في حين وقفت الصين بوجه مشاركة تايوان في بعض الاجتماعات عليها فهم أنها لن تعرق لمجيء الأفراد إلى الجزيرة بدافع الصداقة والدعم وبدافع تعلم كيف يمكننا العمل والتعاون بشكل أفضل تطورات الساعات الأخيرة استدعت موقفاً جامعاً لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الذين شددوا في بيان مشترك على أن لا شيء يبرر للصين استخدام التهديد العسكري كرد على زيارة ديبلوماسية ولفت الوزراء إلى أن التصعيد الصيني لا يفيد بشيء سوى في رفع منسوب التوتر بشكل يهدد استقرار المنطقة في المقابل كان التهديد والوعيد الصينيين يرتفعان بشكل مضطرد حتى وصل الأمر بوزير الخارجية الصيني وانجي بالتهديد بمعاقبة من يسيئون إلى الصين هذه مهزلة خالصة الولايات المتحدة تنتهك سيادة الصين تحت ستار ما يسمى بالديمقراطية سيعاقب الذين يسيئون للصين حتماً وفي سياق نيتها العقابية هذه أعلنت الصين في وقت سابق فرض عقوبات اقتصادية على تايوان بعدما علقت إدارة الجمارك الصينية استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة كذلك استدعت الحكومة الصينية السفير الأمريكي لديها نيكولاس بيرنز الذي سمع من نائب وزير الخارجية الصيني شي فينغ احتجاجات حازمة على زيارة بيلوسي وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن الزيارة صادمة جداً وأن عواقبها ستكون خطيرة جداً من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن أعمال عسكرية محددة الأهداف عبر إطلاق سلسلة من المناورات العسكرية حول الجزيرة بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية بعيدة المدى في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين لعل الوجه الأبرز للتوتر الأمريكي الصيني الذي رافق زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان تخذ الطابع العسكري فما هي ألا دقائق على وصول بيلوسي إلى تايوان حتى أعلنت وزارة الدفاع الصينية إطلاق مناورات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية بعيدة المدى في البحر والجو المحيطين بتايوان وأشارت وزارة الدفاع إلى أن قيادة القطاع الشرقي في الجيش الصيني هي من ستنفذ المناورات انطلاقا من مقاطعتي فوجيان وزيجيانج الواقعتين قبالة السواحل التايوانية كما عمدت في تصرف غير مسبوق إلى نشر خريطة تظهر ستة مساحات تحيط بتايوان من كل الجوانب حيث تجري التدريبات العسكرية التي يتوقع أن تنتهي يوم الأحد بحسب الإعلان الصيني في المقابل وليس ببعيدا عن تايوان بدأ خمسة آلاف جنديا من الولايات المتحدة وإندونيسيا، أستراليا، اليابان، سينغافورا بدأوا مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة تستمر لمدة أسبوعين وتجري المناورات السنوية التي تحمل اسم درع غارودا في جزيرة سومطرة الأندونيسية وفي أرخبيل رياو وهي مقاطعة أندونيسية مكونة من جزر صغيرة متناثرة بالقرب من سينغافورا وماليزيا تقول واشنطن أن هذه المناورات البحرية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإلى تدعيم إمكانية الربط البيني والقدرة والثقة والتعاون لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكان من البارز في مناورات هذا العام مشاركة عدد من الدول أبرزها الهند كمراقب أما في أطرف المقابل من المحيط الهادئ فتستمر مناورات رينباك في يومها الأخير بعدما جمعت 25 ألف جندي من 26 دولة من بينها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المحيط الهادئ وتعد هذه التدريبات أكبر تدريبات بحرية في العالم وتجري في المساحة البحرية الممتدة بين جزر هواي وجنوب ولاية كاليفورنيا أي بمسافة إجمالية تصل إلى 2500 ميلا بحري يشارك في مناورات هذا العام 38 سفينة حربية وأكثر من 30 نظاما بحريا آلية تشغيل بالإضافة إلى 170 طائرة حربية تصعيد بكين الجديد إزاءة تايوان يزيد مخاوف سكان الجزيرة من هجوم عسكري صيني يهدد حريتهم ونظامهم الديمقراطي تهديد يلازم التايوانيين منذ عقود ويزداد حدة كلما شدد الصينيون لهجتهم حيال الجزيرة المتمسكة باستقلالها وضع دفع الأهالي هناك إلى التدرب باستمرار تحسبا لأي عدوان عسكري من جارتهم القوية لا سيما بعد أن رسم الغزو الروسي لأوكرانيا صورة لفضاعة هذا السيناريو التحركات العسكرية الصينية التي تقول بكين إنها رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي فلوسي إلى تايوان كشفت مجددا حجم التهديد المستمر الذي يخيم على الجزيرة تهديد تعلم التايوانيون أن يعيشوا في ظله ويتكيفوا معه لكنهم لا يكفون عن الاستعداد لمواجهته في حال وقوعه يرفض أبناء الجزيرة المتمسكة بحقها في الاستقلال أن يخضعوا لنوايا الصين ضمهم إليها بقوة السلاح وهم لذلك عازمون على الدفاع عن حريتهم وديمقراطيتهم وبذل ما يتطلبه ذلك من تضحيات وفي هذا الإطار يشارك العديد من التايوانيين في تدريبات عسكرية برعاية شركة خاصة تعلمهم كيفية الدفاع عن أرضهم التي تبلغ مساحتها 160 كيلومترا على الرغم من أنني خضعت للجندية مدة عامين إلا أنني أشعر أن ما تعلمته غير كاف لمواجهة الحروب الحديثة لذلك وجدت مكانا للتدريب لتعزيز معرفتي إذا حدث شيء ما في يوم من الأيام فمن المحتمل أن أتمكن من العودة إلى المنزل بأمان التايوانيون يرقبون عن كتب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وكيف شارك أوكرانيون مدنيون في الدفاع عن بلدهم وحشد الدعم الدولي لقضيتهم يدرك الكثير من الناس ما يحدث في أوكرانيا في الماضي كنا نعتقد أن الحرب هي مجرد شيء بين الجنود لكن الآن لا يبدو الأمر كذلك في بعض الأحيان يحتاج المدنيون أيضا إلى إشراك أنفسهم في أعمال الإغاثة ويبدو أن التايوانيين يرون أوجها تشابه بين علاقات بلدهم بالصين وعلاقات روسيا مع أوكرانيا ولذلك فإن الغالبية منهم تتابع أخبار الحرب ويقول بعضهم إنه يجب على التايوانيين الدفاع بأنفسهم عن جزيرتهم وعدم انتظار الدعم الدولي مفتاح تدخل المجتمع الدولي في الصراع المحتمل بين التايوان والصين هو تصميم تايوان على الدفاع عن نفسها وقد أكدت الحرب في أوكرانيا هذه النظرية فقط عندما يظهر الشعب تصميمه القوي على الدفاع عن نفسه والتصرف بناء عليه يمكنه إقناع المجتمع الدولي بمساعدته زيارة بلوس انتهت لكن الالتزام الأمريكي بالدفاع عن الجزيرة باق ضد محاولات فرض واقع عليها بالطرق غير السلمية وهو ما تجمع عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة من المتوقع أن يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الكامبودية في قمة الأسيان مدونة السلوك لبحر الصين الجنوبي والصراع العسكري في بيانمار وقبول تيمور الشرقية بالكتلة وملفات أخرى وأوضح مسؤول في الخارجية الأمريكية أن بلينكن لن يلتقي في قمة أسيان مع نظيره الروسي ولا الصيني هذا الأسبوع في كمبوديا وسيشارك في القمة التي ضع ضم رابطة دول جنوب شرقي أسيان عشر دول أخرى كشركاء في الحوار من بينها أسراليا واليابان الهند وكوريا الجنوبية هذا وبدأ الجيشان الأمريكي والإندونيسي تدريباتهما القتالية السنوية المشتركة في جزيرة سومطرة الإندونيسية ومناطق أخرى أكد بيان لسفارة الأمريكية في جاكرت أن تلك التدريبات تهدف إلى تعزيز إمكانيات الربط البيني والقدرة والثقة والتعاون لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع تصاعد حدة التوتر مع صين بدأ آلاف الجنود الأمريكيين والإندونيسيين منورات عسكرية مشتركة تستمر أسبوعين قالت عنها واشنطن أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتجرى المناورات في جزيرة سومطرة الإندونيسية وفي أرخبيل رياو وهي مقاطعة إندونيسية مكونة من جزر صغيرة متناثرة بالقرب من سنغافورة وماليزيا في وقت تشهد فيه منطقة المحيطين الهندي والهادئ نشاطا بحريا متناميا للصين يشارك في تلك المناورات التي تشكل تدريبات للجيش والقوات الجوية والبحرية أكثر من خمسة آلاف جندي من الولايات المتحدة وإندونيسيا وستراليا واليابان وسنغافورة ما يجعلها الأضخم منذ بدء التدريبات المشتركة بين تلك الدول والتي انطلقت عام 2009 حسب ما قالت السفارة الأمريكية في جاكارتا مؤكدة أن تلك التدريبات تهدف إلى تعزيز إمكانية الربط البيني والقدرة والثقة والتعاون لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ تزامنت المناورات عقب إعلان وزارة الدفاع الصينية إجراء سلسلة من العمليات العسكرية رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان المتمتعة بالحكم الذاتية والتي تزعم الصين أنها جزء من أراضيها وأنها ستضمها بالقوة إذا لازم الأمر كما أعادت الصين التأكيد على مطالبها في بحر الصين الجنوبي بأكملها ورغم تمتع إندونيسيا والصين بعلاقات جيدة إلا أن جاكارتا عبرت عن قلقها بشأن انتهاك الصين لمنطقتها الاقتصادية الخالصة في بحر الصين الجنوبية والتي تدعي الصين كذلك تبعيته الكاملة لها وللحديث حول كل هذه التطورات معنا من شيكاغو ماثيو أبوت مدير البرامج الحكومية والدبلوماسية في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية السيد أبوت أيضا عمل في مجموعة عمل حول العلاقات الأمريكية الصينية داخل الكونغرس الأمريكي أهلا ومرحبا بك سيد أبوت وزيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكيين انتهت إلى تايوان مع كل هذه العاصفة التي أثارتها مع التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان ولكن بالمجمل ما الهدف وكيف نقرأ هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات أولا شكرا جزيلا لاستضافة يشرفني أن أنضم إليكم هذه الزيارة من جانب السيدة بيلوسي هي فرصة للكونغرس الأمريكي لإظهار الدعم لتايوان الدعم كان من الحزبين تاريخيا حتى بدون العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين أمريكا وتايوان بينهما علاقات تجارية جيدة لعقود وهذه فرصة لرئيسة مجلس النواب للتأكيد على التزام أمريكا تجاه تايوان هذه الزيارة تأتي في أوقات حافلة بالتحدي كان هناك احتفال بذكرى تأسيس الجيش الصيني وأيضا سيكون هناك مؤتمر للحزب الشيوعي وأي زيارة من جانب مسؤول أمريكي كبير للجزيرة سيجذب انتباه الصين أعتقد أن التصريحات من المسؤولين الصينيين وردود فعلهم غير مسبوقة نعم سوف نأتي إلى هذه التصريحات التي صدرت من المسؤولين الصينيين وهذا الغضب الذي ظهر من خلال تصريحاتهم ولكن تكنيكيا نريد أن نفهم منك نقطة مهمة جدا شكل هذه الزيارة عندما يقول البعض هي زيارة متمثلة بشخصية بلوسي وهي ليست بزيارة الرسمية هناك انتقادات وجهت لهذه الزيارة من داخل الولايات المتحدة ولكنها تمت وبحماية من الولايات المتحدة كيف نفهم ذلك؟ رئيسة مجلس النواب أكدت أن هذه ليست زيارة رسمية ولا تبتعد عن السياسة الرسمية الأمريكية التي حددت العلاقات الرسمية مع تايبي وبكين لو نظرنا على السجل لرأينا أن هذه الزيارة ليست غير مسبوقة قبل 25 سنة رئيس مجلس النواب نيوت جينغريتش زار الجزيرة وكان هناك أعضاء من الكونغرس والموظفين زاروا الجزيرة في 2022 رأينا على الأقل سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ بما فيهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية زاروا الجزيرة حتى بصورة غير رسمية ليس من الغريب لأعضاء الكونغرس حتى كبار الأعضاء أن يزوروا تايوان بشكل رسمي نعم ولكن سيد أبو تيالي هذه الزيارة تأتي على وقع الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا هل الهدف منها هو الضغط على الصين لكي تتخذ مواقف مخالفة للمواقف التي اتخذتها من تقاربها مع روسيا في هذه المرحلة؟ هذا السؤال الممتاز أعتقد أن الحكومتين الصينية والتايوانية تراقبان بعناية ما يحدث في العدوان الروسي على أوكرانيا الحكومة الصينية ستتصرف كما ترى مصلحتها وسواء بلوسي زارت تايوان أم لا الصينيون في النهاية سيتعاونون مع روسيا سواء قامت سيدة بلوسي بالزيارة أم لا وأيضا يمكن دائما تصوير مثل هذه الزيارة على أنها عامل مساعد ولكن هذه القرارات تتخذ على مستوى استراتيجي من جانب الحكومة الصينية ولن تكون رد فعل سريع على تصرف مسؤول أمريكي يقوم بزيارة أو تقوم بزيارة ما الذي قصدته بأنها عامل مساعد وكيف يمكن أن يكون رد الفعل الصيني مع كل هذا التحشيد العسكري الذي شاهدنا إلى أي مدى يمكن أن تصل ردة فعل الصين برأيك بالنسبة للزيارة المسؤولون الصينيون كانوا حادين في ردود فعلهم وأدانوا الزيارة بقوة وأيضا مسؤولين في السفارة الأمريكية عفوا الصينية في واشنطن اتصلوا بأعضاء في الكونغرس وحثوهم على إلغاء الزيارة أيضا كانت هناك عدد من طائرات سلاح الجو الصيني التي حلقت في الأجواء التايوانية أو بالقرب منها ورأينا إعلانات وتصريحات من بكين عن التمرينات العسكرية والتي ستكون قوية حول الجزيرة أيضا بكين استدعت السفير الأمريكي وفي الأيام القادمة والأسابيع القادمة ربما نرى تدابير انتقامية وأيضا كل الأطراف الآن في حالة تواصل نشط ويجب أن نعمل على منع حدوث أي حسابات خاطئة نحن نسأل عن هذه التدابير الانتقامية منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي الآن فيها الكثير من التدريبات من الطرفين التدريبات العسكرية والمناورات من يضبط إيقاع أن لا تصل الأمور إلى أكثر من ذلك أعتقد أن هذا يتم عبر الحوار الشفاف ومهم جدا أن الولايات المتحدة وتدريباتها العسكرية في أنحاء العالم أن تكون شفافة وأن تكون منتظمة حتى لا ينظر إليها على أنها ردود فعل استفزازية وكبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين يجب أن يتواصلوا مع بعضهم البعض لفهم نوايا بعضهم البعض وهذا يمنع أي تصعيد درامي في النزاع سوء الحسابات وسوء الفهم هو ما يقلقني الآن نعم شكرا جزيلا لك ماثيو أبوت وأنت مدير البرامج الحكومية والدبلوماسية في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية شكرا جزيلا لك أهلا بكم من جديد في محاولة تبدو الأخيرة ليحياء الاتفاق النووي توجه ممثلون عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي إلى فيينا لبدء جولة جديدة من المحادثات في حين أعلن الموفد الروسي أن بلاده مستعدة لمحادثات بدناء لإنجاز الاتفاق ولم يتضح بعد ما إذا كان ثم تتقدم قد أحرز بعد شهر من الجمود وانتهاء المحادثات غير مباشرة التي عقدت في الدوحة بين إيران والولايات المتحدة دون التوصل إلى النتائج المبعوث الأمريكي للمحادثات روباني قال إنه في طريقه إلى فيينا لاستئناف التفاوض محذرا من أن التوقعات الأمريكية محدودة لكنه استدرك بأن واشنطن مستعدة لمحاولة صادقة للتوصل إلى اتفاقه من جهتي أعراب إيرانيك مورا المسؤول الأوروبي الذي يرأس المحادثات عن أمله في التوصل إلى اتفاق على التطبيق الكامل للاتفاق النهوي موشيرا إلى أن المحادثات ستركز على مقترحات بوريل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضح أن ثمة محاولات جارية لإعادة أحياء الاتفاق المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة ترامب عام 2018 ثمت جهود جارية لبدء اجتماع أو جولة أخرى لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق الوكالة الدولية ستكون هناك من أجل تقديم الدعم فأنتم تعلمون أنها لا تشاركوا في المفاوضات لكننا نحوم حولها دائما لأننا الضامن الفني للاتفاق لكنه ذكر بأن عدم التوصل إلى اتفاق لا يعني خروج المفتشين الدوليين من إيران أو انتهاء دور الوكالة في التفتيش على برامج إيران النووية من الضروري تذكر أنه في حالة عدم تمديد الاتفاق النووي فأن هذا لا يعني بالضرورة طرد مفتشي الوكالة من إيران هناك عدد من أنشطة التفتيش التي سنواصل ممارستها في طهران أعلنت الخارجية الإيرانية أن وفدا برئاسة كبير المفاوضين علي باقري توجه إلى فينة لاستكمال المباحثات وقالت أن طهران درست مساودة بوريل وعرضت وجهة نظرها وما زالت متفائلة بإمكانية التوصل إلى التفاهم وكان بوريل قد أوضح في مقال له أن الطرح الذي عرضه ليس مثاليا لكنه يمثل أفضل اتفاق ممكن حسب رؤيته كوسيط في المفاوضات وأضف أن المساودة تتضمن كل العناصر الأساسية فضلا عن تسويات حصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة وحذر من أن رفض هذه المساودة سيكون بمثابة مجازفة بحدوث أزمة نووية خطيرة أكملت إيران تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم في مفاعل نتانز النووي وفق أحدث تقرير وزعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أعضائها وأفدت تقرير أن إيران أبلغت الوكالة أيضا بأنها تخطط لتركيب ستة أجهزة طرد مركزيا جديدة في وحدة لتخصيب اليورانيوم في مفاعل نتانز في وقت يعتزم مسؤولون إيرانيون وأمريكيون التوجه إلى فيينا هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا ميشيل غندور أهلا بك ميشيل إذن واشنطن مستعدة للتوصل إلى اتفاق هذا ما صرح به المبعوث الأمريكي ما هي الرؤية التي تحملها واشنطن إلى فيينا نعم هذا الأمر ليس بجديد منذ اليوم الأول لبدء هذه المفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة أوروبية أعلنت إدارة بايدن أنها مستعدة للعودة المتبادلة بينها وبين إيران للالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة وفي هذا الإطار وعلى مدى أكثر من سنة ونصف جرت مفاوضات في فيينا بين الجانبين تم التوصل بعدها إلى مسودة اتفاق هذه المسودة تم التوصل إليها في مارس أذار الماضي ولكن توقفت حينها المفاوضات وعلقت لوقت طويل حتى يونيو حزيران الماضي عندما عقدت جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة أوروبية في العاصمة القطرية الدوحة ولكن مجددا هذه الجولة من المفاوضات لم تنجح وعاد الجانبان إلى بلديهما إلى أن خرج جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي باقتراح جديد قال إنه أفضل الحلول أو أفضل ما يمكن التوصل إليه لعودة الجانبين إلى الاتفاق النووي بناء على هذا الاقتراح أعلنت الولايات المتحدة استعدادها للعودة إلى التفاوض ولكنها ربطت مسألة العودة إلى الاتفاق بإيران ما إذا كانت راغبة أو قادرة على العودة إلى هذا الاتفاق وهذا ما ستطلع عليه غدا الولايات المتحدة من خلال هذه المفاوضات التي تجري ربما على شكل المفاوضات التي جرت في الدوحة أي بوجود الاتحاد الأوروبي متوسطا بين الولايات المتحدة وإيران ومن خلال هذه الجولة ربما تعرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما إذا كانت إيران جادة فعلا بالعودة إلى الاتفاق النووي أم لا وهذه الجولة الجديدة تأتي في ظل تطورات كما ذكرت قبل قليل حيث عمدت إيران في الأيام الماضية إلى تشغيل المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة وهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للحرة أن هذا الأمر وهذه الخطوات تناقض ما تعلنه إيران بأنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي وتعقد هذه العملية وكما تأتي هذه الجولة بعد جملة من العقوبات فرضتها الولايات المتحدة أول أمس على كيانات تعمل على دعم القطاع النفطي الإيراني والتهرب من العقوبات الأمريكية نعم ميشيل غندور مراسلنا في واشنطن شكرا جزيلا لك رحبت واشنطن بدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الأطراف إلى المشاركة في حوار وطني بناء يمكن أن يؤدي إلى تهديئة التوترات الحالية وقال بيان لسفارة الأمريكية في بغداد أن واشنطن تؤيد حق التظاهر السلمي وتشجع جميع الأطراف على الالتزام باللاعنف وسيادة القانون في ممارسة حقوقهم الدستورية وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مغادرة سفينة تجارية تحمل حبوبا أوكرانية بأمان للبحر الأسود بأول مرة منذ بدء الغزو الروسي بالخطوة الأولى نحو تنفيذ اتفاق 21 من يوليو الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي يعد ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم ودعى بلينكين في بيان له روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال تسهيل صادرات المنتجات الزراعية من موانئ البحر الأسود من دون عوائق يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن فريق التفتيش المشترك أتم مهمته في تفتيش السفينة المحملة بالحبوب القادمة من أوكرانيا وستمر السفينة التي تحمل 26 ألف طن من الذرة عبر مضيق البوسفور إلى وجهتها النهائية في لبنان أعلنت وزارة الدفاع التركية السماحة لسفينة رازوني التي تحمل 26 طن من الحبوب بمتابعة طريقها باتجاه لبنان بعد إتمام عملية تفتيشها في البحر الأسود وفق الأسس المتفق عليها في وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة يمكننا القول أن اتفاق الحبوب أثبت فعالية كبيرة وهذا نجاح كبير للدبلوماسية التركية التي حافظت على دورها كوسيط حيادي في هذه الحرب لا أعتقد أن الاتفاق ستتعرض لمطبات خصوصا أن مخاوف روسيا ستبددها عملية التفتيش الصارمة ترس في موانئ أوديسا الأوكرانية 16 سفينة مستعدة للإبحار ويجري التنصيق بين تركيا وأوكرانيا حول مواعيد انطلاق هذه السفن وتقول تركيا أن هذا الاتفاق في حال عدم تعرضه لأي مشاكل سيساهم في استقرار سوق الغذاء العالمي وسيتم تجديده تلقائيا السفينة الأولى هي الأصعب في الاتفاق لأنها ستمر بالمراحل المتفق عليها وستكون بمثابة اختبار للاتفاق والآن نحن بانتظار بقية السفن التي ستنقذ العالم من شبح الأزمة الغذائية روسيا من جهتها حذرت من عواقب عدم تنفيذ جزء متعلق بتصدير الحبوب الروسية الأمر الذي يترك الباما مفتوحا أمام أي عرقلة الاتفاق من الجانب الروسي هنا عند مدخل مضيق البوسفور من جهة البحر الأسود تمت عملية تفتيش سفينة الحبوب الأولى التي تخرج من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على كييف ما يفسره مراقبون بأن اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا اجتاز امتحان السفينة الأولى هناك الخطيب الحرة من أمام البحر الأسود أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة طلبي سويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسين ناتو وقد أيد 95 عضوا ضمام البلدين فيما عرضه عضوا واحد وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال أن تصويت اليوم مهم للغاية للأمن الأمريكي في جميع أنحاء العالم مشيرا إلى أن عضوية فنلندا والسويد ستحزز الناتو بشكل أكبر وهي اليوم أكثر الحاحا بسبب غزو روسيا لأوكرانيا قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين بير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على إبقاء أسعار النفط منخفضة في السوق وتأتي تصريحات جين بير بعد أن قرر أعضاء أوبيك بلاس زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا ما نركز عليه هو إبقاء هذه الأسعار منخفضة أردنا أن نرى بعض الزيادات في الإنتاج قبل أن نعلن عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط ورأينا ذلك بالفعل في الأسبوع الأول من يونيو عندما أعلنت أوبيك زائد أنها ستزيد إنتاجها بنسبة 50% في شهري يوليو وأغسطس لذلك رأينا ذلك يحدث لكن ما نركز عليه هو المحصلة النهائية بالنسبة لنا هو خفض سعر النفط في السوق وهو أهم شيء وهذا ما نراه وهذا ما سنواصل العمل عليه هذا وقرر تحالف أبيك بلاس زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا كما تقرر أن يعقد الاجتماع القادم في الخامس من الشهر المقبل مسؤول في الإدارة الأمريكية قال إن قرار زيادة الإنتاج اليومي يعد خطوة إلى الأمام مضيفاً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى المزيد من زيادة الإنتاج في داخل وخارج الولايات المتحدة أفضل اجتماع أبيك بلاس إلى زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يومياً فيما قرر التحالف عقد اجتماعه المقبل في الخامس من شهر سبتمبر القادم مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن قرار أعضاء تحالف أبيك بلاس زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يومياً هو خطوة للأمام مضيفاً أن الرئيس بايدن يريد أن يرى المزيد وأنه سيدفع في الداخل والخارج نحو زيادة إمدادات الطاقة وكانت تحالف النفطي قد تعهد بزيادة إنتاجه بأكثر من 600 ألف برميل يومياً خلال شهر يوليو الماضي وأغسطس الجاري وعلقت محطة بلومبرغ بأن الزيادة الجديدة ربما لا توفر ارتياحاً يذكر للمستهلكين الذين يعانون من ضغوط تضخمية جراء ارتفاع أسعار النفط ونقلت المحطة عن مصادر لم تذكرها أن دول التحالف الثلاثة وعشرين ستقتسم الزيادة الجديدة بصورة متناسبة بين أعضائها وأكد المشاركون في الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك والدول المنتجة من خارجها أوبيك بلاس عبر الاتصال المرئي أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الامدادات كما عبر المجتمعون عن قلقهم بشكل خاص من أن عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج ما سيؤثر على توفير الامدادات الكافية في السوق في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد العام المقبل وهذا يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة أوبيك وغير المشاركة في اتفاق أوبيك بلاس وبعض الدول الأعضاء في أوبيك وبعض الدول المشاركة في اتفاق أوبيك بلاس من خارج أوبيك وشددت الدول الأعضاء على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة وبآلية التعويض وضرورة تقديم خطط وجداول للتعويض وفقا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبيك والدول المنتجة من خارجها على صعيد آخر انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش محاولة شركات الطاقة الكبرى جنية الأرباح الطائلة من أزمة ارتفاع أسعار النفط على حساب المجتمعات الفقيرة وجيوب الناس وطالب جوتيريش الحكومات بفرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة وإعادة إنفاق هذه العوائد على الناس الأكثر فقرا بالمجتمعات من غير الأخلاقي أن تحقق شركات النفط والغاز أرباحا قياسية من أزمة الطاقة هذه على حساب إفقار الناس والشعوب وبتكلفة هائلة على المناخ الأرباح المجمعة لأكبر شركات الطاقة في الربع الأول من هذا العام اقتربت من المئة مليار دولار أحث جميع الحكومات على فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة واستخدام الأموال لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا خلال هذه الأوقات الصعبة أحث الناس في كل مكان على إرسال رسالة واضحة إلى صناعة الوقود الأحفوري والممولين لها بأن هذا الجشع البشع يعاقب أفقر الناس وأكثرهم ضعفا ويدمر بيتنا المشترك الوحيد هذا الكوكب هذا ووصلت أسعار النفط خفاضها خلال تعاملات اليوم على وقع قرار مجموعة أوبيك بلاس زيادة الإنتاج بواقع 100 ألف برميلا يوميا من اعتبارا من الشهر المقبل وتراجع سعر برميلا خام تكساس الأمريكي الوسيط بأكثر من ثلاثة دولارات لينهي تداولاته عند تسعين دولارا فيما خسر برميلا برينت في بورسة لندن نحو ثلاثة دولارات ليستقر عند سعر أربعة وتسعين دولارا للبرميل وتأتي هذه التراجعات في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أمريكية خفاض مخزون الخام الأمريكي لأدنى مستوى لهم منذ مايو عام 1985 رحبوا بضيفنا من واشنطن عبر سكايب دكتور بول سوليفان كبير الباحثين في المجلس الأطلسي وأستاذ في أمن واقتصاديات الطاقة في جامعة جونز هوبكنز أهلا ومرحبا بك دكتور في البداية كيف تصف هذه الزيارة الزيادة التي أقرتها أوبيك بلس انظري في التالي إنتاج النفط في أوبيك بلس يعادل 6400 حجم حمام سباحة أوليمبي أو 1 على ألف من المئة ما تم زيادته وهذه زيادة بسيطة جدا هم فعلوا هذا لأنهم قلقون بشأن إمكانية حدوث تضخم في أجزاء كثيرة من العالم وأيضا التضخم بدأ في الترسخ والانعكاس على المال الذي يستخدمه الناس لشراء أشياء أخرى عدى البنزين هناك قلق بشأن الاقتصاد العالمي وما يحدث في أوروبا الغربية وفي روسيا وأوكرانيا أيضا هناك قلق بشأن قدرة الدول المنتجة على الإنتاج لا نريد أن نصل إلى أقصى مستوى لا يمكن أن نستهلك هذه الزيادة وأن نقترب من صفر لا أعتقد أن هذا بالضرورة إهانة للرئيس بايدن أوبيك تقرر ما هو جيد بالنسبة لأوبيك وليس ما هو جيد بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة أو رئيس وزراء بريطانيا أو أي قائد آخر على أوبيك أن تقوم بتحليل السوق وتقرير ما تفعله في إنتاج النفط بعد ذلك نعم ولكن من ضمن ما ذكرته دكتور أوبيك هل قرارها فقط مرتبط بوضع اقتصادي محدد أم يمكن أن يكون للسياسة دور لعبة هذه السياسة دور بالفعل في اتخاذ هكذا قرار كان هناك زيارة مثلا لنائب رئيس الوزراء الروسي إلى السعودية قبل فترة هل موضوع مرتبط فقط بالرؤية المرتبطة بالاقتصاد أم للرؤية السياسية دور آخر حتى لو جاءت ضد رغبات الرئيس الأمريكي كما ذكرت عندما يكون هناك اقتصاد في المسألة تكون هناك سياسة هناك دول أخرى داخل في المسألة بما فيها روسيا روسيا لاعب أساسي في أوبيك بلوس وتنتج مثل السعودية وهي عامل رئيسي في اتخاذ القرار الآن روسيا تدفع للمزيد من الانتاج وليس أقل ولكن لديها صعوبة في بيع نفطها في أنحاء مختلفة من العالم بسعر كامل هي تقوم بتخفيض السعر وتقوم بأعمال مثل نتحدث عن إيران وتقوم بأعمال تنقل فيها النفط من سفينة إلى سفينة وبغض النظر عما يقوله الروس بشأن اقتصادهم وصادراتهم أستطيع أن أقول لك الآن هم يقومون بعمل سيء والوقت ليست جيدا لقد دعموا الروبل ويتظاهرون بأنهم لا يشعرون بأي ضغوط ولكن هناك ضغوط كبيرة هم لم يستطيعوا القيام بالاستثمار اللازم لاستمرار حقول النفط خاصة في المنطقة القطبية وهذا أمل كبير بالنسبة لزيادة الإنتاج في روسيا على المدى الطويل النفط الروسي سيتراجع لا يوجد شك إذا أردنا العودة إلى تأثيرات أسعار النفط وزيادة الإنتاج إدارة بايدن هي تريد أن يكون هناك زيادة إنتاج والبعض قال بأن هذه النسبة التي وصفت بالضائلة أو ربما هي لا ترقى إلى مستوى طموحات إدارة الرئيس بايدن كيف يمكن أن تترك أثرها؟ والمتحدثة بسبب البيت الأبيض تقول أن إدارة جو بايدن تركز على إبقاء أسعار النفط منخفضة في السوق هل يمكن ذلك؟ ما يركزون عليه هو انخفاض أسعار الديزل والبنزين في أمريكا مع هذه الزيادة البسيطة اليوم أسعار النفط انخفضت وما يعرفنا هذا به هو أن السوق يقول أن أوبيك تعرف أن هناك شيء يحدث في الاقتصاد العالمي وهم يفهمون أن الطلب سينخفض وهذا يقلقنا جميعا هناك فرص جيدة كي يكون الركود الاقتصادي ركودا طفيفا هناك مجال آخر وهو أن الإدارة تحاول أن تغطي نفسها سياسيا كي لا تحرج ذهبت إلى هناك وطالبت بزيادة كبيرة في الإنتاج لم تحصل عليها إذن ماذا تتوقع من الإدارة أن تقول؟ قالوا أن هذه بداية جيدة نعود إلى ما قالته بلومبرغ دكتور إزاسا محسني بلومبرغ قالت أن زيادة لا تمثل ارتياحا للمستهلكين الذين يعانون التضخم وجئت حضرتك على ذكر التضخم أيضا وكل هذا الذي نشهده في كل العالم بما فيه الولايات المتحدة ما البديل؟ البديل هو إنتاج المزيد من النفط خارج أوبك وهذا سيحدث في أحد أحواض الولايات المتحدة كذلك نتوقع المزيد من النرويج، الجزائر، غرب إفريقيا، شرق المتوسط، ووسط آسيا، وأماكن أخرى كثيرة ولكن المسألة تتطلب وقتا جزء من المشكلة مع التضخم ليس فقط حرب روسيا لا توجد استثمارات كافية قبل هذا التضخم لإنتاج المزيد من النفط شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن دكتور بول سيليفان كبير الباحثين في المجلس الأطلسي والأستاذ في أمن واقتصاديات الطاقة في جامعة جونس هوبكنز أهلا ومرحبا بك وشكرا لك شكرا شكرا نقلت وكالة رايترز عن مصادر في طالبان قولها دقادة كبارا في الحركة أجروا مناقشات حول كيفية الرد على غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة في كابل قتلت فيها الولايات البتحدة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وأبلغ زعيم بطالبان يشغل منصبا مهما في كابل رايترز أن اجتماعات على مسوى عال للغاية بحثت الحاجة إلى الرد على العملية وفي حال قرروا ذلك فما الطريقة المناسبة المسؤول الذي قال إنه كانت هناك مناقشات مطولة للقيادة لمدة يومين رفض الكشف عن اسمه ولم يؤكد أن الظواهر كان بالمنزل الذي استهدفه الصاروخ وكان بيان صادر عن الخارجية الأمريكية حذر الرعاية الأمريكيين من احتمال تعرضهم لأعمال عنف بعد مقتل الظواهري وقالت الخارجية الأمريكية إن المعلومات الحالية تشير إلى أن المنظمات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات بما فيها العمليات الانتحارية والاغتيالات والخطف والتفجيرات ضد المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم وحضى البيان المواطنين الأمريكيين على الحفاظ على مسوى عال من اليقظة عند السفر للخارج حسب مسؤول أمريكي رفيع رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية المختصة بداية العام الجاري عائلة أيمن الظواهري في منزل بحي شيربور السكاني بالعاصمة الأفغانية كابل وبعد التحري أكدت المعلومات أن الظواهري يعيشوا في هذا المنزل مع أفراد أسرته بما في ذلك أحفاده وصار التحدي الماثل أمام عملية استهدافه النجاح في تصفيته دون وقوع أي إصابات بين المدنيين في يوم الأحدى الحادي والثلاثين من أغسطس حلقت طائرة أمريكية مسيرة فوق العاصمة الأفغانية كابل حين كان أيمن الظواهري على شرفة منزله الذي تقيم فيه زوجته وابنته وأحفاده أيضا عملية قتل الظواهري استخدم فيها صاروخ أمريكي من طرازه الفاير يطلق عليه اسم R9X ويمكن استخدامه من خلال الطائرات المسيرة ويوجه بالليزر وعلى خلاف صواريخ الفاير التقليدية فإن صاروخ R9X مصمم بست شفرات طويلة لن تبرز من الصاروخ إلا قبل ثوان من ارتطامه بالهدف وما يميز هذا الصاروخ أيضا أنه لا ينفجر بل ينشر شفرات حادة تصدم أهدافها مثل الرمح السريع وأدت هذه الضربة إلى مقتر زعيم تنظيم القاعدة ولم تتسبب في وقوع أي ضحايا آخرين وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا رئاسيا يتضمن تسهيلات للنساء الراغبات في الإجهاد مثل مساعدتهم في إجراء عمليات الإجهاد في ولايات أخرى تسمح بذلك وأكد على حصول هذه الولايات على دعم من برنامج المساعدات الطبية الفيدرالية يتي هذا في محاولة من إدارة بايدن للتصدي لتبعات قرار المحكمة الأمريكية العليا الذي ألغى حرية المرأة في الإجهاد وقال بايدن أن الجمهوريين والمحكمة العليا لا يدركون مدى قوة المرأة الأمريكية اليوم أوقع ثاني أمر تنفيذي يتصدى لأزمة الرعاية الصحية التي ما زالت تتكشف أبعادها منذ أن ألغت المحكمة العليا قرار حرية الإجهاد هذه الأزمة سببها أن المرأة لا يمكنها اختيار لجوء إلى الإجهاد حتى في حالة سفاح القربة أو الاغتصاب بل إنها تتجاوز ذلك إلى حد توقف الصيدليات عن صرف أدوية قد يكون من بين استخداماتها المساعدة في الإجهاد هذا الأمر الذي وقعته يضمن أن لا تعرض القوانين المتطرفة للولايات التي تجرم الإجهاد حياة وصحة المرأة للخطر كما يساعد على تنقل النساء الراغبات في الإجهاد إلى ولايات أخرى تسمح به أفاد مصدر طبي في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ثبتت إصابته مرة أخرى بفيروس كوفيد-19 يوم الأربعة مضيفا أنه تم إجراء الاختبار بعد أن أنهى بايدن تمرين خفيفا وأضاف المصدر أن الرئيس بايدن لا يزال يشعر بصحة جيدة وأن درجة حرارته معتدلة لكنه يعاني من سعال غير عادي لكن بمعدل أقل مما كان عليه يوم الثلاثة كشفت نتائج الانتخابات التمهيدية التي شهدتها ولاية أريزونا الأمريكية فوز المرشح الأمريكي من أصول عربية إبراهيم حمادة بترشيح الحزب الجمهوري لمنصب المدعي العام في الولاية وأيضا فوز المرشح بلايك ماسترز بترشيح الحزب للتنافس ضد الديمقراطي مارك كيلي على عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن الولاية فيما حصدت كاتي هوبس ترشيح الحزب الديمقراطي لتنافسه على منصب حاكم ولاية أريزونا خطاب يتواعد الجمهورين بالهزيمة في نوفمبر ويحذر من سياسات الانغلاق والرجعية فيما يخص الإجهاض والتعليم هكذا خاطبت مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية أريزونا كيلي هوبس الفائزة في انتخابات الحزب التمهيدية جماهيرها الحاضرة في مدينة فينيكس الناخب يطالب الحاكم القادم بالتعامل مع تكلفة المعيشة العالية وإصلاح المدارس وزيادة تمويلها وإيجاد الحلول لأزمة المياه وحماية حقوق النساء في موضوع الحمل والإجهاض وأنا مستعدة للعمل على هذه النقاط من أول يوم لي في المنصب بينما لا أرى حلولا من الحزب الجمهوري لهذه القضايا الخطاب الجمهوري من جانبه كان مماثلا من ناحية طمأنة الجمهور لما وصفه المرشحون بالمرجة الحمراء في نورمبر مرشحوا الحزب الجمهوري الذين دعمهم رئيس السابق ترمب حصدوا معظم أسواق الناخب الحزب في الانتخابات الرئاسية في خطوة ستغير حسب مراقبين العديد من الحسابات السياسية على مستوى الحزب في بقية الولايات أريزونا ولايات حدودية مهمة ويجب أن نذكر الأمريكيين بموضوع الحدود نحن دولة كريمة جدا ونمنح سنويا الجنسية الأمريكية لمليون مهاجر ومع ذلك يحاول أكثر من مائة مليون القدوم ترمب هو قائد الحزب الجمهوري والمرشحون يحاولون الحصول على دعمه في الانتخابات نظرا لتأثيره الواسع ولاية أريزونا كانت تصنف بالولايات الحمراء حتى انتخابات عام 2020 عندما حصد الحزب الديمقراطي الترشيح الرئاسي للولاية ومنصب عضو مجلس الشيوخ عنها بالإضافة لأغلبية مقاعد الولاية في مجلس النواب الأمريكي مع أعلان النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية في ولاية أريزونا يستعد الفائزون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لخوض معركة شريسة في الأشهر القادمة نتائجها بحسب مراقبين ستعطي الأفضلية للفائز في سباق الحصول على أغلبية المقاعد في الكونغرس الأمريكي ستيفن نبيل الحظة في نيكس تسبب نقل آلاف المهاجرين في حافلات إلى واشنطن في الأشهر الأخيرة من قبل حكام جمهوريين للولايات المتخمة للمكسيك تسبب في توترات بين البيت الأبيض والعمدة الديمقراطية لواشنطن العاصمة وكانت عمدة واشنطن موريل باوزر قد دعت الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إلى تعبئة الحرس الوطني لتقديم المساعدة والمأوى للمهاجرين الذين يصلون بعد رحلات طويلة من تكساس وأريزونا وأعرب مسؤولون في البيت الأبيض ومتطوعون في منطقة واشنطن عن شعورهم بالأحباط قائلين إن المساعدة غير ضرورية وإن الطلب الذي تم نشره الأسبوع الماضي يخدم منتقدي بايدن الجمهوريين نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة نادرة التقطها تليسكوب جيمس ويب لمجرة عجلة العربة التي تبعد 500 مليون سنة ضوئية عن مجرتنا وهي تظهر حلقاتها بوضوح لم يسبق له مثيل ويعتقد علماء الفلك أن مجرة عجلة العربة كانت في الأساس مجرة حلزونية كمجرة درب التبان التي تضم الأرض لكن حدثا كبيرا أعطاها شكلها وهو الاستضام بمجرة أخرى أصغر وأدى ذلك إلى تشكل حلقتين انطلاقا من النقطة الرئيسية للاستضام على طريقة التموجات الدائرية التي يحدثها إلقاء حصات في الماء ترجمة نانسي قنقر